في السبعينيات كانت البداية الفعلية للدرامة التلفزيونية من خلال روائع وإبداعات صنعة أمجاد التلفزيون الكويتي أكثر من عشرين مسلسلاً كان أبطالهم العمالقة ومؤلفهم واحد وهو الراحل طارق عثمان وأيضاً مخرجهم واحد وهو الراحل حمدي فريد ذلك المخرج الكبير الذي صنع الإبداعات والأعمال في زمن البساطة وصنع عمالقة التمثيل في الكويت والخليج العربي ووضع كل فنانه وفنان في زاويته التي يبدع فيها كان مخرجاً متلوناً على حسب النص الذي أمامه ويكفينا القول بإبداعاته المختلفة فيما بينها مثل درب الزلق والغرباء وخالت قماشا وإلى أبي وأمي مع التحية وخرج ولم يعد وإلى آخره كانت أولى تجاربه الإخراجية في الستينيات من خلال مسلسلات العملاق عبد الحسين عبد الرضا مثل مذكرات بوعليوي وأجلح واملح ثم قدم في السبعينيات مسلسلات كثيرة أهمها درب الزلق وحبابه وابن الحطاب وإلى أبي وأمي مع التحية مع العملاق الراحل خالد النفيسي وسيدة الشاشة حياة الفهد وأخيرا مسلسل مذكرات شحا مع القدير إبراهيم الصلاة الثمانينيات كانت الفترة الأكثر تميزا حيث افتتحها بخرج ولم يعد ثم أعمال كثيرة أبرزها خالت قماشا مع مالقة الفن والغرباء كامل الأوصاف مع الجوكر الراحل غانم الصالح وعملين مع عبدالله الحبيل وهم أدانه وفتاء الأحلام ولا ننسى أبلم نيره مع بصالح وأخيرا قدم آخر إبداع له وهو مسلسل على الدنيا السلام محظوظه ومبروكه وكان ذلك في عام 1987 مع سيدة الشاشة حياة الفهد والساندريلا سعاد عبدالله بعد ذلك انتهت مدة عمله في التلفزيون الكويتي وعاد إلى مصر الشقيقة ولم يعد إلى أن توفاه الله ويذكر الأستاذ عبدالله أنه عمل مع المخرج المصري حمدي فريد في آخر عمل تلفزيوني كمصور وكان مسلسل على الدنيا السلام وقزام له حسن عبدالله في الكثير من الأعمال التلفزيونية وعشق العمل معه وعلم حسن عبدالله أن المخرج حمدي فريد سيسافر إلى مصر ولن يعود إلى الكويت بعد أن أنهى جميع التزاماته وانتهاء خدمته في تلفزيون الكويت قامه شامخ في مجال الإخراج التلفزيوني والمسرحي ممثله بالراحل حمدي فريد لا بد وأن يحصل على تكريم إن لم يكن من التلفزيون فمن الدولة وإن لم يكن من الدولة فمن أي جهة أخرى ومع كل أسف ذلك لم يحدث فتصدى الأستاذ حسن عبدالله لهذا الموضوع كمبادرة شخصية منه وجمع من الفنيين والممثلين والممثلات مبالغ مالية وحجز صالة في أحد الفنادق وأحيا حفلا خاصة لتكريم المخرج الراحل حمدي فريد وحينما قدم له الأستاذ حسن عبدالله عن نفسه والكويت وعن جميع الفنيين والممثلين الذين عملوا معه درعا يروي حسن عبدالله أن الدموع انهمرت من عيني المخرج الراحل حمدي فريد وهو يتسلم الدرع منه وسط تصفيق وإشاده من جميع الحاضرين هكذا كان الفنان في السابق أصاله وتربية تفرض عليه حب أخيه العامل معه لذلك نجحت أعمالهم الفنية وحققوا بها أكبر شهرة ومجدا لتاريخ الكويت والحركة الفنية فيها وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة لكم مني أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة